في الجوف تشتد المعارك وتعلو الأصوات المبشرة بقرب الانتصار وذلك بعد أن تمكن رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحقيق تقدم في جبهتي حام والمتون إثر معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ساعاته إن شاء الله تعالى وسيتم الكضاء على هذا المجرم وهذا الطاغية الذي أراد أن يدمر الجوف وأبناء الجوف لكن بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الدمار من نصيبة لجنة التهدئة في المحافظة قالت أنها رصدت أكثر من 75 خرقا للميليشيا خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية منها قيام الميليشيا بالقصف المدفعي على المناطق المحررة الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين في مديرية الغيل تأتي معركة الجوف بالتزامن مع التطورات الأخيرة التي تشهدها جبهة نهم في إطار سعي الجيش الوطني لتضييق الخناق أكثر على معقل المتمردين في صعدة وصنعة وقطع خطوط الإمداد عنها وهذا ما يجعل من الميليشيا تستميت في قتالها في هذه المحافظة ترجمة نانسي قنقر